اشتركوا في القناة 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 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اشتركوا في القناة 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 تعجبوني اشتركوا في القناة 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 من طب الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كان الطبيب إنجليزياً فقال أنا مسيحي وعائلتي مسيحية وأنا موقن بتأثير الدعاء ثم أضاف وقال لا شك أن هذا قد حدث نتيجة الدعاء إذن يجب أن نسأل الله فضله ونخضع أمامه تعالى دائماً الظروف التي نمر بها حالياً تفرض علينا أن نخضع أمام الله تعالى بوجه خاص توحي التقارير الواردة من بريطانيا ومن بلاد أخرى أيضاً بأن أفراد الجماعة منتبهون كثيراً إلى الخضوع أمام الله تعالى في الظروف الرهنة فيقيمون الصلاة في البيوت جماعة مع أهلهم بسبب الحظر الصحي المفروض ومداومون على الدروس من القرآن الكريم أو من كتب الحديث وهكذا يزداد الكبار علماً ويتعلم الصغار علوماً دينيةً ويزداد الجميع إيماناً بالله تعالى وكان من فضل الله تعالى أن شهر رمضان الفضيل قد حل في أيام الحظر الصحي فانتبه أفراد الجماعة إلى العبادات أكثر من ذي قبل إذ وجدوا فرصة مواتية لها أما الآن فقد أوشك رمضان على النهاية وتفكر الحكومة في التخفيف من قيود الحظر إلى حد ما وقد خففتها بعض الدول سلفاً فبهذا الشأن أريد أن أوجه أنظاركم إلى أنه من واجبي كل أحمدي أن يلتزم بقيود تفرضها الحكومة بعد التخفيف من الحظر الصحي والأهم من ذلك وما يجب على كل أحمدي الاهتمام به هو أن تخفيف الحظر وانتهاء شهر رمضان وعودتهم إلى أشغالهم والسماح بالخروج من البيوت يجب أن لا يدفعهم إلى إنهاء أو التقليل من العبادات والحسنات التي تعود عليها في شهر رمضان بل يجب أن يستمروا في الحسنات والعبادات والصلاة جماعة ما لم يسمح لهم بحضور المساجد وإذا سمح بحضور المساجد يجب أن يعمروها أكثر مما سبق ويجب على النساء أن يهتممنا بوجه خاص بالصلاة جماعة في البيت ليرى الأطفال الصغار قدوة حسنة أمام أعينهم وبذلك يزداد إيمانا وإيقانا بالله تعالى كما ينبغي الاستمرار في إلقاء الدروس في البيوت وإن كانت لبضع دقائق ليزداد أهل البيت جميعا علما ومعرفة دينية كذلك ينبغي الاهتمام بمشاهدة البرامج التي تبث على MTA كما نصحت بذلك من قبل أيضا باختصار يجب أن لا نهمل الحسنات التي تعودنا عليها لا بعد رفع الحظر الصحي ولا بعد نهاية شهر رمضان الفضيل وينبغي أن لا ينسى أي أحمديا عهد بيعته الذي يقطعه ويتعهد به عند بيعته المسيح الموعود عليه السلام لإحداث تغيرات طيبة في نفسه ليس من شيمة المؤمن أن يكون من الذين يقول الله تعالى بحقهم أنهم كلما يواجهون مصيبة يدعون الله تعالى ويتحرون ملاذه ويستعينون به خاضعين له ثم عندما يكشف الله ضرهم ينسونه ففي هذه الأيام يبحث الناس فيما إذا كان الوباء كورونا حادثا طبيعيا أم عذابا من الله تعالى فليكن معلوما أنه عندما تحل الآفات والأوبئة من هذا القبيل يتحتم على المؤمن أن يخضع أمام الله تعالى أكثر من ذي قبل دون أن يصب جل اهتمامه على ماهيتها ليكن معلوما أيضا أن العصر الراهنة هو عصر المسيح الموعود عليه السلام وفي هذا العصر قد أعطاه الله تعالى وعودا كثيرة وقد تحقق منها الكثير ومنها ما سيتحقق في المستقبل فإذا كان منها ما تحمل صباط الإنذار فهذا يجب على المؤمن أولا وقبل كل شيء أن يبقى خاشيا وخائفا ويقوي إيمانه وإيقانه ويدعو لحسن عاقبته لأن الأهم هو أن تكون عاقبة المرء حسنا لقد أخبرتكم مرات عديدة أن لهذه الآفات والطوافين والبلايا التي تظهر في هذا العصر علاقة خاصة بعهد المسيح الموعود عليه السلام فعلينا الاكثار من الدعوات من أجل الثبات على الإيمان واليقين وللعاقبة الحسنة كما أن علينا الاكثار من الدعاء لإنقاذ العالم كان الله تعالى قد أخبر المسيح الموعود عليه السلام بشكل واضح عن ظهور الطاعون آية له مع ذلك كان عليه السلام يدعو لنجاة العالم بكل قلق واضطراب يصف من سمع تضرعاته خلف أبواب بغلقة لإنقاذ البشرية أنها كانت تتصاعد بالبكاء الشديد كما تتصاعد أصوات من مرجل تغلي على النار فمع إخبار الله تعالى أن الطاعون آية له كانت رحمته للبشرية وشفقته غالبة لدرجة كان يدعو بحرارة لنجاةها من ذلك الوباء ودماره فعلينا أيضاً التأسي بأسوته واقتداء نموذجه يحاول بعض الناس الربط بين مقال الخليفة الرابع رحمه الله تعالى بعنوان الحوادث الطبيعية أم العذاب الإلهي وبين الوباء المنتشر حالياً ثم يعلقون عليه أيضاً فليتضح الآن كما بينت سابقاً أيضاً أنه بعد بعثة المسيح الموعود عليه السلام قد ازداد ظهور الآفات والبلايا ولقد صرح المسيح الموعود عليه السلام نفسه بظهورها وأخبر بما لا شك فيه عن وقوع حوادث الدمار ولكنه عليه السلام قال أيضاً كما ذكرت في الخطب الماضية إن بعض المؤمنين أيضاً سيتعرضون لها وفق قانون القدرة لكنهم سينالون مرتبة الشهيد في هذه الحالة وتكون عاقبتهم حسنة كما يتوقع أن تكون عاقبتهم هي الجنة وفق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً بأن من أثنى عليه الناس خيراً عند جنازته وأثنوا على خدماته وشهدوا على أدائه حقوق الله وحقوق العباد وأثنوا عليه وجبت له الجنة ونرى أن كثيراً من الأحمديين المخلصين قد حظوا بمثل هذه الانطباعات من قبل الجميع على أية حال إن الأمر الحقيقي الذي ينبغي النظر إليه هو كيف تؤثر هذه الأوبئة في أهل الدنيا لقد فقد أهل الدنيا السيطرة على وعيهم وحواسهم وهذا ما نشهده في العالم اليوم كما نشهد ما آلت إليه حالهم فقد تعثر اقتصاد الحكومات الكبرى في العالم التي كانت تعتبر نفسها قوية كالجبال الراسخة واختل نظامها وما تقوم به هذه الحكومات من جهود لصرف أنظار الشعب عن تأثير هذه الأوبئة لهي أخطر لأنها ستدفع إلى الحروب وإلى مزيدا من تدمير اقتصادها فما لم يحدث هؤلاء في أنفسهم تغييرا يزيل الفساد وموجباته سيظلون يغرقون في دمار تل ودمار آخر وهذا ما قاله المسيح الموعود عليه السلام أيضا بأن مؤاخذة الناس على عدم قبولهم الإسلام أو ارتكابهم الأخطاء الدينية ستكون يوم القيامة الذي يرى فيه الله تعالى أمرهم ولكن إثارة الفتنة والفساد وغصب حقوق الناس والاستهزاء بعباد الله لابد أن يجلب كوارث مؤلمة على أي حال إن واجبنا هو الدعاء وإفهام العالم وتطهير أنفسنا مقال الخليفة الرابع رحمه الله تعالى الذي ذكرته آنفا هو مقال طويل وما ينبغي أن ينتبه إليه كل أحمديا عند قراءته لهذا المقال هو ليس فقط ما حدث مع الأقوام السابقة وما حدث الآن ويحدث وما يمكن أن يسمى بالدمار والكوارث وما لا يسمى به لا شك أن هذه الأمور أيضا ينبغي أن تبعث على الخوف وتحث على محاسبة النفس ولكن الأمر الحقيقي والكلمات الجديرة بالتدبر فيها هي أن حضرته كتب فيه أن للجماعة الأحمدية تنبيها في هذا الوضع وبشارة أيضا أما التنبيه فهو أنه لن يكون عنوان الأحمدية كافيا للنجاة بل أضيف إليه شرط التقوى أيضا وأما جانب البشارة فيكمن في أن الأحمديين سيسعون بسرعة هائلة لإصلاح الضعف العملي الذي وقع في الجماعة وأن الذين أضافوا إلى أنفسهم عنوان البيعة المجردة فقط سينجون بالعودة إلى التعاليم الطاهرة للمسيح الموعود عليه السلام وإن رجوعهم إلى الله تعالى بشارة لهم وإلا فلا بشرى لهم فكما قلت ينبغي أن تحافظوا على التيقظ والتنبه الخاص الذي نشأ فيكم في هذه الأيام فقوموا بأداء حقوق الله تعالى وحقوق العباد ونبه أولادكم أيضاً إليها وذلك لأنه بعد الدمار عندما سينتبه العالم إلى الله تعالى وإلى أداء حقوقه فسينظر الناس إلى الجماعة ولن يكون سوى الأحمديين الذين سيرشدون العالم إرشاداً صحيحاً ولكن قبل هذا ينبغي أن ندعو الله تعالى بكل حرقة ألا يصل العالم إلى هذا الحد الذي تسد فيه دونه سبل العودة إلى النور والأمن والسلام وأن ينتبه الناس إلى هذا الأمر قبل هذا الأوان فهناك حاجة لإظهار النماذج الطيبة إضافة إلى الأدعية وهناك حاجة لإخبار العالم أنهم لا يستطيعون نيل رحمة الله تعالى إلا بأداء حقوق بعضهم بعضاً وبدون الحصول على رحمة الله الواحد لن تنجح جهودنا لإرساء الأمن في هذه الدنيا كما لن تكون عاقبتنا هي الحسنة بعد مماتنا يركز أفراد الجماعة في هذه الأيام على العبادات بفضل الله تعالى وإضافة إلى ذلك يقومون بخدمة الخلق أيضاً ويشترك فيها الشباب والأنصار الذين يتمتعون بصحة جيدة وعضوات لجنة إماء الله تعالى أيضاً وتأتين بهذا الصدد تقارير طيبة من كل مكان وإن خدمة الخلق هذه تسبب في هداية بعض الذين ضلوا عن سواء السبيل من أهل الدنيا وصلني مؤخراً التقرير من كندا أن سيدة اتصلت بخط المساعدة للخدام في الساعة الثانية ليلاً بعد أن يأست من كل جهة وقالت مشكلة أن ابني مريض وكل الطرق للحصول على الدواء مسدودة أمامي حيث تلقيت الرفض من كل مكان إذ قال الجميع أن الحصول على الدواء قبل الصباح مستحيل ووضع ابني يرثى له ثم كتبت إني قلت في نفسي أن الناس يقولون أن الله موجود ومع أنني لا أقبل وجود أي إله لكن يمكن أن أجرب اليوم فقلت بمنتهى الكرب والإضطرار يا إلهي إذا كنت فعلاً موجوداً فدبر الدواء لابن المريض جداً وخطر ببالي خط المساعدة للخدام أيضاً فاتصلت به وأطلعت من رفع السماعة على حاجتي فقال دعيني أحاول ثم اتصل بعد قليل وقال الساعة الآن الثانية ليلاً وتأمين الدواء في هذه الساعة متعذر ثم سأل عن الوضع الصحي لابني فأخبرته بذلك مرة أخرى وأبديت الطراباً كبيراً فقال هناك صيدلية في مكان كذا وسوف أخرج إليها وإذا وجدتها مفتوحة فسوف أحضر الدواء تقول هذه السيدة عندما أيقظته كان في حالة النوم لكنه مع ذلك قطع من أجلي خمسين كيلو متراً وجلب لي الدواء فهذا قد خلق لي اليقين بأن الله موجود وقد حصل لي هذا بسبب شاب أحمدي وإنني شاكرة له إذن في هذه الأيام قد سنحت لنا الفرصة لتقريب الناس إلى الله من خلال خدمتهم ويجب على كل واحد مننا أن يسعى لذلك لا أن ننتظر هل يحل الدمار أم لا كما يجب أن نستمر في تعلم درس الإحساس بمصاب الآخرين الذي تلقيناه في رمضان حيث يجب أن تعتنوا بتخليص الآخرين من الألم لأن ذلك أيضاً من أهداف رمضان أن نشعر بألم الآخرين فالوضع العام السائد في العالم بسبب هذا الوباء ورمضان هذا أيضاً يجب أن يلفت أنظارنا دوماً إلى الإحساس بواجباتنا رمضان سينتهي غداً أو بعد غد أما الحسنات التي نتعلمها فيه يجب أن نظل نمارسها للأبد ويجب أن نحافظ للأبد على التغييرات الطيبة التي أحرزناها في رمضان ثم عندما يحدث التخفيف في الحجر الصحي يجب أن لا ننسى مسؤولياتنا تجاه إحداث التغييرات الطيبة المذكورة ومسؤولياتنا تجاه البشرية أيضاً تذكروا دوماً أنكم إذا كان من واجبكم أن تسعوا لأداء حق الله تعالى وحق العباد ففي الوقت نفسه يجب أن تلفتوا أنظار الآخرين أيضاً إلى ذلك واسعوا من خلال أعمالكم الطيبة جعل العالم يؤدي حقوق الله تعالى وحقوق عباده لقد آمنا بسيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام في هذا العصر فلم يكن له عليه السلام أي مجلس لا يسعى فيه للفت انتباهنا إلى مكانتنا ومستوانا في ضوء ما علمنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إذن يجب علينا أن نقرأ نصائحه كل حين وآن لكي نتمكن من الإيمان والإيقان الحقيقيين حيث يجب أن نفحص أنفسنا بدلاً من النظر إلى عيوب الآخرين ومن هذا المنطلق سأقرأ عليكم الآن بعض المقتبسات من كلام حضرته عليه السلام وعلينا أن نتدبرها على الدوام وما هو المعيار الذي كان يريد أن نرتقي إليه يقول عن ذلك في موضع على كل واحد أن يسعى ليستيقظ للتهجد ويقوم بدعاء القنوط في الصلوات الخمس أيضاً ويتوب عن كل ما قد يؤدي إلى غضب الله تعالى والمراد من التوبة أن تتخلوا عن جميع السيئات وعن كل ما يبعث على صخة الله تعالى وتحدث تغييراً حقيقياً وتمض قدماً وتتحلوا بالتقوى فهذا أيضاً مدعاة لرحمة الله تعالى يجب أن تهذبوا عاداتكم وتجتنبوا الغضب وليحل مكانه التواضع والحلم وبالإضافة إلى إصلاح الأخلاق عليكم دفع الصدقات أيضاً قدر المستطاع يقول الله تعالى أي أنهم يطعمون المساكين والأيتام والأسرة ابتغاء مرضات الله تعالى قائلين إنما نطعمكم لوجه الله فقط ونخاف شر ذلك اليوم الذي هو مريع جداً باختصار ادعوا الله وتوبوا واستمروا في إخراج الصدقات لكي يعاملكم الله تعالى بفضله ورحمته ثم يقول حضرته ناصحاً أبناء الجماعة لا يعبأ الله تعالى بأحد إلا عباده الصالحين فتآخوا وتحابوا وتركوا الهمجية والخلاف واجدنبوا نهائياً كل أنواع الهزل والسخرية لأن السخرية تلقي القلب بعيداً جداً عن الصدق وليحترم بعضكم بعضاً وليؤثر كل واحد منكم راحة أخيه على راحته اعقدوا مع الله صلحاً حقيقياً وارجعوا إلى طاعته إن غضب الله نازل على الأرض ولن ينجو منه إلا الذين يرجعون إليه رجوعاً كاملاً تائبين عن ذنوبهم كلها اعلموا أنكم لو أطعتم أحكام الله تعالى وسعيتم لحماية دينه لأزال كل العوائق عن طريقكم وأصبحتم من الناجحين ألم تروا أن الفلاحة يقتلع من حقله الطفيليات من أجل النباتات الجيدة ويزين زرعه بالأشجار الجميلة المثمرة ويحفظها ويحميها من كل ضرر أما النباتات والأشجار التي لا تحمل ثمراً وتبدأ بالجفاف والتآكل فإنه لا يبالي بأن تأتي بعض الحيوانات وتأكلها أو يقطعها حطاب ويلقيها في التنور فتذكروا أنتم على شاكلة ذلك إنكم لو كنتم صادقين عند الله تعالى فلن تضركم معارضة أحد شيئاً أما إذا لم تصلحوا أنفسكم ولم تقطعوا مع الله عهد الطاعة بصدق فاعلموا أن الله تعالى لا يبالي بأحد ثم قال عليه السلام انضموا إلى أعزاء الله تعالى وارفعوا من بينكم كل نوع من الخصام والثورة والعداوة فقد آن الأوان لتعرضوا عن الأمور التافهة وتنشغلوا في أعمال مهمة وعظيمة سوف يعارضكم الناس ولا تبالوا بأحد وتذكروا وصية أن عليكم ألا تتورطوا في الفضاضة والقسوة مطلقاً بل إنصحوا كل واحد بلين وهدوء وخلق ثم قال حضرته لافتاً انتباهنا إلى تحسين أخلاقنا وتأدية حقوق العباد لقد ورد في حديث أن الله تعالى سيقول لبعض عباده بأنكم ورعون وأنا راض عنكم جداً فكنت جائعاً جداً فأطعمتموني وكنت عارياً فكسوتموني كنت ضامئاً فسقيتموني كنت مريضاً فعدتموني فيقولون سبحانك يا ربنا إنك منزه عن هذه الأمور متى كنت هكذا حتى عملناك على هذا النحو فيقول الله تعالى كان عبدي فلان وفلان في هذه الحالة وعاملتموهم على هذا النحو فكأنكم عاملتموني بها ثم تعرضوا فئة أخرى ويقول الله لهم بأنكم عاملتموني بسوء كنت جائعاً فلم تطعموني وكنت ضامئاً فلم تسقوني كنت عارياً فلم تلبسوني وكنت مريضاً فلم تعودوني سيقولون سبحانك يا ربنا أنت منزه من هذه الأمور متى كنت هكذا فعملنك بكذا سيقول الله تعالى كان عبدي فلان وفلان يواجهون هذه الظروف ولم تواسوهم ولم تحسنوا إليهم فكأنكم لم تحسنوا إلي باختصار الشفقة على البشر ومواساتهم عبادة كبيرة والجدير بالملاحظة أنه لم يشترط لذلك أن يكون مسلماً أو هندوسياً أو مسيحياً أو غيرهم ووسيلة عظيمة لنيل رضا الله تعالى ولكنني أرى أن الناس يبدون ضعفاً كبيراً في هذا المجال إذ يحتقرون الآخرين ويسخرون منهم دع عنك مراعاتهم ومساعدتهم في مشكلة أو مصيبة ما فالذين لا يعاملون الفقراء بالحسن بل يحقرونهم أخشى أن يصابوا بالمصيبة نفسها الذين أنعم الله عليهم كان من مقتضى شكرهم أن يحسنوا إلى خلقه ولا يتكبروا على ما أكرمهم الله به وأن لا يدوسوا الفقراء مثل الوحوش ثم قال حضرتهم موضحاً الموضوع أكثر الحق أن أصعب مرحلة وأكثرها حساسية هي مرحلة حقوق العباد لأن المرأة يواجهها في كل حين وآن ويكون هذا الإبتلاء أمامه دائماً فيجب أن يخطو المرأة في هذه المرحلة بكل حذر إن مذهبي هو أن لا يقصو المرأة على العدو أيضاً أكثر من اللازم يود بعض الناس أن يسعوا لتخريبه وإبادته قدر الإمكان ثم لا يهتمون في هذا السبيل بالأمور المشروعة وغير المشروعة ولتشويه سمعته يوجهون إليه تهماً كاذبة ويفترون عليه ويغتابونه ويحرضون عليه الآخرين أيضاً انظروا الآن كم كسب هذا الشخص من السيئات والمنكرات نتيجة عداوة بسيطة ثم ستنجب هذه السيئات أولاداً وتصل الأمور إلى حدود بعيدة وهذا ما نلاحظه في العصر الراهني في العالم على الصعيد الفردي والاجتماعي وعلى صعيد الشعب والحكومة أقول صدقاً وحقاً ألا تحسبوا أحداً عدوكم الشخصي وتركوا عادة الحقد كلياً فإذا كان الله معكم وكنتم معه لأمكن له أن يدخل الأعداء أيضاً في خدامكم أما إذا كنتم قد قطعتم علاقتكم مع الله ولم تبقى لكم صلة الصداقة معه عز وجل وكانت تصرفاتكم تنافي مشيئته فمن سيكون أكثر عداوة لكم من الله يمكن للإنسان أن ينجو من ضرر عداوة الخلق ولكن إذا أصبح الله عدواً فلن تقوم لكم قائمة وإن كان الخلق كله صديقاً لكم لذا يجب أن تختاروا طريق الأنبياء إن الله يريد أن لا يكون هناك أعداء على المستوى الشخصي اعلموا يقيناً أن الإنسان ينال السعادة والشرف حين لا يعاد أحداً عداوة شخصية أما إذا كانت العداوة لعزة الله ورسوله فهذا أمر آخر أي الذي لا يكرم الله ورسوله بل يعاديهما فاحسبوه عدواً لكم وهنا وضح حضرته أيضاً ماذا يقصد من العداوة فقال ليس المراد من العداوة أن تفتروا عليه وتخططوا لإذائه بغير حق بل عليكم أن تبتعدوا عنه وفوضوا أمره إلى الله تعالى وإذا أمكن فادعوا لإصلاحه ولا تبدأوا معه شجاراً من عند أنفسكم ثم قال المسيح الموعود عليه السلام موجهاً أفراد الجماعة إلى رفع مستوى الأخلاق ينبغي أن تكون حالتكم الأخلاقية مستقيمةً بحيث لو أردتم نصح أحد بحسنينية وإطلاعه على خطأ له فيجب أن يتم هذا على نحو ووقت لا يستاء منه لا تنظر إلى أحد بازدراء ولا تجرح مشاعر أحد يجب أن لا تكون خصومات بين أبناء جماعتنا لا تزدر أعينكم إخوانكم في الدين أبداً ولا تحتقروا ولا تستخفوا بالآخرين متفاخرين بالمال والثروة أو النسب عبثاً إنما المكرم من هو تقي قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ينبغي معاملة الأغيار أيضاً بحسن الأخلاق لا خير في سيرة سوء الخلق إن الأغيار يتحينون الفرص لرفع القضايا ضد أبناء جماعتنا للآخرين طاعون واحد لجماعتنا طاعونان إذا أساء الواحد من جماعتنا فإن إساءة هذا الواحد تشوه سمعة جماعتنا كلها اسقلوا فيكم خلق الحكمة والحلم والعفو وردوا على قول أجهل شخص بهدوء وسلام لا تردوا على الهذر بالهذر لذا من الأنسب في أيام الابتلاء هذه أن تقضوا على مشاعركم وتتحلوا بالتقوى إنما الغرض مما قلت لكم أن تتطعظوا وتعتبروا إن الدنيا مقام فناء ولا مناصة من الموت في النهاية والمسرة الحقيقية في أمور الدين وإنما الهدف الحقيقي هو الدين ثم قال عليه السلام في مناسبة ناصحا الجماعة يجب على أفراد جماعتنا أن لا يكتفوا بالكلام وحده بل يجب أن يحققوا الهدف من البيع فلا بد من إحداث التغير باطنيا لا تستطيعون أن ترضوا الله بالمسائل فقط لن يرضى الله بالطلاعكم على مسائل الدين فقط وإن يحدث فيكم تغير باطني فلا فرق بينكم وبين غيركم فإذا كان فيكم المكر والخديعة والكسل والتهاون ستهلكون قبل غيركم فعلى كل واحد أن يحمل عبأه بنفسه ويفي بوعده لاعتبار للحياة قال عليه السلام الذي يكسب الحسنة قبل الأوان يتوقع أن يتطهر فسعوا جاهدين لإحداث التغيير في نفوسكم وادعوا في الصلوات كونوا في صفي والذين جاهدوا فينا بالصدقات وبكل طريقة أخرى فكما يذهب المريض إلى الطبيب ويتناول الدواء ويستخدم المساهلات ويقوم بالتسخين الموضعي ويحتجم وما إلى ذلك ويقوم بكل ما أمكن له من أجل شفاء فسعوا كذلك لإزالة أمراضكم الروحانية ليس باللسان فقط بل اعملوا بطرق المجاهدة كلها التي علمها الله تعالى تصدقوا وأنفقوا في سبيل الله تعالى اذهبوا في البرار وادعوا هناك إن الله يحب الذين يتخذون بالتدبير عندما يجرب التدابير كلها يمكن أن يصيب أحدها الهدف لذا في هذه الأيام حين اشتدت معارضة الجماعة في باكستان وفي بعض البلاد الأخرى يجب علينا أن نقوم بكل تدبير لجذب فضل الله تعالى ورحمته وما دام العدو قد أبلغ عداءه منتهى فلا بد أن نسعى نحن أيضا أكثر من ذي قبل لنيل فضل الله تعالى ورحمته كذلك في هذا الزمن وضح لنا المسيح الموعود عليه السلام مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومكانته وحقيقة أسوته الحسنة وبينا أن التحلي بجميع الأخلاق العالية وأداء حقوق الله تعالى وحقوق العباد إنما يتأتى باقتداء أسوته الحسنة وأوصان حضرته بأن لا نترك صراط النبي صلى الله عليه وسلم قال حضرته عليه السلام في مناسبة موجها إلى ذلك أريد أن أوضح لكم أن أناسا كثيرين يريدون أن ينالوا هذه الكمالات أو يتعلق بالله تعالى بواسطة المجاهدات والأوراد التي اخترعوها بأنفسهم ولكني أقول لكم بأن الطريق الذي لم يختره النبي صلى الله عليه وسلم هو لغو بحت من سيكون أكثر تجربة صادقة بصراط المنعم عليهم أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم الذي ختمت عليه كمالات النبوة كلها فالصراط الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم هو الأنسب والأقرب وإن إيجاد طريق آخر مهما بدى مدعاة للسعادة بترك طريقه هلاك في رأيي هذا ما كشفه الله علي هذه هي حالة الذين يقطعون صلتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أنهم شوهوا تعليم الإسلام باقتدائهم أصحاب الزوايا والمرشدين وتفسيرات المشايخ المزعومين الخاطئة وبالرغم من ذلك يسمون أنفسهم مسلمين حقيقيين ويخرجوننا من دائرة الإسلام ثم قال المسيح الموعود عليه السلام وهو يبين مزيدا عن المقام المحمدي باتباع النبي حقا يتيسر وصال الله تعالى أما من دون اتباعه فلن ينال أحد غايته أو منشوده وإن قضى حياته كلها ساعيا لقد بيّن الشاعر السعدي ضرورة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالكلمات التالية إسعى للصدق والصفاء زاهدا ورعا ولكن لا تبتعد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أي لا تترك طريق النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أرى أن الناس قد اختلقوا من عند أنفسهم أذكارا وأورادا ويعلقون أنفسهم مقلوبين ويترهبون كالنساك الهندوس ولكن كل هذا لا جدوى منه إذ ليس من سنة الأنبياء أن يعلق المرء نفسه مقلوبا أو أن يردد ذكر النفي والإثبات وذكر الإرّة ومن أجل ذلك قد سمى الله نبينا صلى الله عليه وسلم أسوة فقال فاتبعوا خطوات الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تحيد عنها مثقال ذر فكمالات المنعم عليهم والمشار إليها في قوله تعالى تحصيلها هي الغاية الحقيقية لكل إنسان ويجب أن تهتم بها جماعتنا خاصة لأن الله تعالى إنما أراد بإقامة هذه الجماعة إعداد جماعة كالتي أعدها الرسول صلى الله عليه وسلم لكي تكون هذه الجماعة في هذا الزمن الأخير شاهدة على صدق القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم وعظمتهما فإننا قد دخلنا في الأتباع الحقيقيين للنبي صلى الله عليه وسلم نتيجة دخولنا في بيعة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام وليس بقاؤنا إلا في أن ندخل في بيعة الخادم الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم لكي نكون من الأتباع الحقيقيين للنبي صلى الله عليه وسلم ولكي نسعى بكل ما أوتينا من قوة للتحلي بأسوته صلى الله عليه وسلم والعمل بأحكامه صلى الله عليه وسلم ولكي نكون من الفئة المنعم عليهم ولكي نتقي دوما من التأثير السيئ للفئة التي هي فئة المغضوب عليهم والضالين ولكي نؤدي صلواتنا بشوق وخشوع ونعيش عاملين بأحكام الله ورسوله دائما أدعو للسجناء في سبيل الله تعالى وادعو خاصة للسجناء الذين رفعت ضدهم قضايا خطيرة جدا في الأيام الأخيرة قد رموا سيدة أحمدية تدعى رمضان بيبي المحترمة بتهمة الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وألقوها في غياهب السجن وعائلتها قد بايعت في عام 2002 على الأغلب وقد كتب لي زوجها وقال إننا لا نخاف تقديم التضحية ولا نخشى السجن بل إنما يحزنني أنا وزوجتي أنهم رمونا بتهمة الإساءة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع أننا مستعدون للموت في سبيل الدفاع عن عرضه صلى الله عليه وسلم هذا هو ما يؤلمنا فاذكروهما في الدعاء دائما وكذلك لا تنسوا غيرهما من السجناء في سبيل الله الذين حكم عليهم بالإعدام أدعو الله تعالى أن يهيئ برحمته الأسباب لإطلاق سراحهم جميعا بطريقة معجزة وأن يوافق القضاء والحكومة للعدل والإنصاف إن هؤلاء ينطقون بسم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وينتمون إليهما فادعو الله تعالى أن يولد في قلوبهم حب وخشية الله ورسوله حقا فيعملوا بحسب أسوة النبي صلى الله عليه وسلم وهناك أدعية أخرى أود توجيه أنظاركم إلى القيام بها أيضا وفق الله تعالى كل واحد منا لأن يدرك الغاية من بعثة سيدنا المسيح الموعود عليه السلام وأن تكون محبة الله ورسوله سيدنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم غالبة على كل محبة أخرى عندنا وأن نعمل بتعاليم الإسلام الأصيلة وأن تكون بيوتنا نماذج للحب والوئام وأن يرفع الله هموم الأولاد الذين هم قلقون نتيجة تخاصم الوالدين ثم ادعوا لكل أولئك الذين وقفوا حياتهم لخدمة الدين بأن يوفقهم الله لخدمة الدين بإخلاص وتفان وأن يوفقهم للوفاء بمتطلبات الوقف كما ينبغي وادعوا أيضا للواقفين الجدد بأن يوفقهم الله تعالى للوفاء بعهدهم وعهد آبائهم للوقف وادعوا لشهداء الأحمدية وعائلاتهم وادعوا لجميع الأحمديين الذين يواجهون الشدائد والمصاعب وادعوا لأنفسكم وليدعوا بعضكم لبعض إن أدعية المرء للآخرين تورثه فضل الله تعالى وادعوا لزواج الفتيات ولا سيما التي يتأخر زواجهن بدون داع وادعوا لكل أحمديين بأن يحفظه الله تعالى من التأثير السيء للظروف المعيشية السائدة والقادمة كما أدعوا ألا تعرقل أعمال الجماعة ومشاريعها بأي شكل بسبب هذه الظروف وأن يهيئ الله تعالى بفضله الأسباب لازدهار الجماعة باستمرار وادعوا كثيرا أيضا للذين يقدمون التضحيات المالية رغم هذه الأوضاع الصعبة بأن يبارك الله في أموالهم ونفوسهم بركات لا نهاية لها وادعوا أيضا للعاملين في قناة MTA بينهم متطوعون وبينهم عاملون بأجر وهم يقومون بواجباتهم بكل جهد وتفان وينشرون رسالة الإسلام في العالم أجمع وادعوا للعالم الإسلامي بأن تزول النزاعات بينهم وأن يتعلموا التعايش بسلام وبأن يحميهم الله تعالى من شرور القوى المعادية للإسلام وهذا لن يتأتى إلا إذا زالت خلافاتهم الداخلية وهناك أدعية أخرى سوف أقرأها عليكم الآن وعليكم تردیدها ورائي بعض أر دعائیں بھی محصول پڑھوں گا ورب العزة ورب العشقرين اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ عدمت والا اور بڑا ہی برتبار ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہی عشقر رب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کیونکہ آسمان وزمین ورشقرین ترد ہے يا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینه کا اے دلوں کے پھرنے والے میرے دل کو افنی دین پر ثابت دن رف اللہم مائنی اصدوك الخدا والتقا والعفافا والغناء اے اللہ میں تجھ ہزائے تقوى عفت اور غناء مانتا ہوں اللہم مائنی اعوذ بکا من دوالے نعمت اکا نعمت اکا و تحولِ آفیت اکا سو سجا سے نقمت اکا و جمیع سفت اکا اے اللہ میں تجھ نعمت کے ذائل ہو جانے تیری آفیت کے حج جانے تیری جانک سزا اور ان سب باتوں سے تنا مانتا ہوں ان سے کی نراض ہو اے ہمارے رب اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور گھاٹا پانے والوں میں ہوں گے اے ہمارے رب ہمارے دل ٹیڑے نہ کرنے دینا بعد اس کے جو تُو نے ہمیں ودایتی اور ہمیں اپنے حضور سے رحمت عطا کرنا اے ہمارے رب وهناک دعاء لسیدنا المسیح الموعود عليه السلام وهو يا رب العالمین لا يسعني الشكر على مننك فانت جد رحیم وكريم ولك علي منن لا نهایت لها فاغفر لي ذنوبي لألا اهلك والقی حبك الخالص في قلبي لانال الحیات واسترني واوزعني ان اعمل صالحا ترضاه اعوذ بوجهك الكريم من ان يحل علي غضبك ارحم 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 ونجینی من بلای الدنيا والاخرہ فبيدك الفضل والخير كله آمین هذه آخر جمعة من رمضان وفقنا الله تعالى للمداومة على فعل الخيرات والتغیيرات الطيبة التي قمنا بها فيه وان يتقبل منا هذه الادعية ايضا اود ان اعلن بشأن العيد ايضا ان كثيرا من الاخوة كانوا قد كتبوا لي بانه بحسب المنشور في موقعنا في شبكة الانترنت هنا فان موعد العيد هو الرابع والعشرون من الشهر الجاري ولكن الواقع ان العيد لا يمكن ان يكون بتاريخ الرابع والعشرين لان الهلال يستحيل ان يرافي ذلك اليوم فكنت كتبت لخبرائنا هنا بهذا الشأن فعقدوا جلساتهم برتين او ثلاثا كما اضفت اليهم خبراء اخرين ايضا كما امرت امير الجماعة هنا ان ينظر في الامر بنفسه فارسلوا لي رسما يتبين منه انه مما لا شك فيه ان رؤية الهلال بتاريخ الثالث والعشرين محال في المدن الكبيرة هنا ولكن رؤية الهلال بالعين المجردة ممكن في مناطق اخرى هنا مثل فالموث وبينزيس وهل والمسألة الفقهية هي انه اذا امكنت رؤية الهلال في منطقة في بلد فيمكن ان يحتفل بالعيد اهل البلد كله وبحسب هذا المبدأ نفسه تعمل لجان رؤية الهلال في البلاد الاسلامية ايضا على كل حال لقد تقرر بعد تحرر الامر مرتين بل ثلاثا اننا سنحتفل بالعيد هنا يوم الاحد الرابع والعشرين من هذا الشهر ان شاء الله تعالى الحمد لله الحمد لله نحمد و نستعين و نستغفر و نؤمن به و نتوكل عليه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات عام لنا من يعذي الله فلا نذل له و من يذل فلا هاضينا و نشهد أن لا إله إلا الله و نشهد أنه محمدا نبده و رسوله إباد الله رحمكم الله إن الله يعمر بالعدل واللسان ويتا ويذي القربى و ينهى عن الفعشاء والمنكر والبعي يعيزكم و أن لكم تذكرون اذكر الله يذكركم و دوه يستجب لكم و نذكر الله أكبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر